يوما بعد يوم تتعرض إيران وأعوانها في المنطقة إلى انتكاسات متوالية فقد شكل هجوم المعارضة السورية على مدينة خانطومان قرب حلب أحد أكبر الانتكاسات التي تعرضت لها المجموعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب قوات الأسد حيث أسفر الهجوم عن سقوط ثمانين مقاتلا على الأقل بينهم إيرانيون وأفغان وبعد أحداث خانطومان تعرضت إيران وأعوانها لضربة أشد وطأ فقد أعلن حزب الله اللبناني مقتل القيادي في الجماعة مصطفى بدر الدين الذي كان يشرف على العمليات العسكرية لحزب الله في سوريا في انفجار قرب مطار دمشق هذه الضربات توضح الثمن الذي تدفعه إيران وحزب الله في سوريا وحجم العداءات التي يواجهونها في الحرب متعددة الأطراف التي تصاعدت مجددا في الأسابيع القليلة الماضية في ظل إخفاق المساعد الدبلوماسية التي تقودها الأمام المتحدة وتشير التقديرات لأن حزب الله فقد نحو 1200 مقاتل في سوريا فقط